انت حتى سألته وانا داخل بتماشى انا وانت كل الناس بسأله جمهور اهلي جمهور زمالك موسيماني رأيك في ايه والله يا موسيماني عارف انت عندك كواليس في الحتة دي اه يعني موسيماني يعني لحد دلوقتي بدايته يعني بداية اسطورية زي بقيت الحالة قبل كده واحد ييجي في اقل من شهرين يا خطر البطولات طبعا دي ولا في الاحلام اه جاي على ارضية كبيرة جاي نوة من نادي كبير نادي ساندونز واخد دورة ابطال افريقيا قبل كده وراح كاسا عامل انديه قبل كده وجي اول مباراة لي مع الاهل الوداد البيضاء ويكسب 2-0 برة ومدي ما حصلتش ييجي هنا يكسب الوداد تاني وبعد كده يوصل نهاية ويكسب المباراة النهائية وقدامه نفس عملاق زي ناد الزمالك ومباراة مرسونية فضيعة وبعد كده يكسب كاس مصر وبعد كده رح كاسا عامل انديه وياخد مركز تانيه دي كلها حاجات يعني ولا في الاحلام لأي مدير فني لكن في بعض مباريات الاهلي حتى لو مخسرهاش بيبقى اداءه فيه سيء ما بيرضيش غرور جمهور النادي الاهلي منه ماتشا الاسماعيل الفاد ده جمهور الاهلي بعد ماتشا ده إلي جدا على فريد النادي الاهلي القلق جمهور الاهلي ده وصل لمسلماني نفسه يعني المسلماني نفسه ابتدى يحس ان جمهور الاهلي مش مبسوط منه ابتدى عنده مخاوف شخصية انه هو ممكن خايف انه يكون تضغط الجمهور ده يكون تأثيره ان هو يرخل من النادي الاهلي يمكن الكابتن محمود الخطيب ده حاجة محج كتير جدا وصله إلى المسلماني ان المسلماني الآن المسلماني عدم اقتناع الجماهير بيه بشكل كبير جدا انتقاد الجماهير ليه بشكل كبير في فترة الفاتدية كل ده هو وصل لمسلماني بشكل كبير جدا نقل مخاوفه ده للكابتن محمود الخطيب وكان هو تقريبا عنده احساس جوا انه لو خسر في دا كلب ممكن يمشي لو بقدر الأهل يخسر بكرة هل ممكن يستمر لو الأهل طالع من الطوطة أفريقيا ممكن يفكر كده؟ المسلمان وصله نوع من القلق أنا وصله نوع من القلق لكن الكابتو محمود الخطير طبعا أكد له أن الأهل ما بتحسبش بالقطعة مش نادر الأهل أبدا بيماشي مدير الفني بعد مباراة أو حاجة نادر الأهل دائما بيلتزم بعقوده مع مدير الفني وبيرحل مع بالتقييم نهاية الموسم يمكن ده طمن شوية طمن المسلمان بشكل كبير جدا لكن موسمان وصله له بشكل قوي جدا جدا أنه جمهور الأهل مش راضي عن القلق ممكن بخبرة السنين كده وبتوقعات السنين موسمان يوعد قد إيه في الأهل أنت عارف أنك هتقولي النتائج أنا فهم بس أنا عايز بخبرة السنين برؤيتك كده أعتقد ممكن السنة دي والسنة الجاية السنة دي والسنة الجاية كارتيرون وقسامة نبيه أكيد قاعدين دلوقتي دخلين على طب أنا عايز وقت عنده أفنم؟ عايز نفس الوقت بالضبط بالضبط لا مش نفس الوقت لا عايز نفس الوقت أنا بس أشرح لك لا أشرح لحد ما أنت تقول كفاية حلو كده